هذا بيت الميزري وهذا بيت البيب العبل لم يبقى من الشرعية إلا اسمها هذا ما تقوله أحداث الساعة تحولت عدن إلى مسرح لحرب مفتوحة ثلاثة أيام شهدت أحياء العاصمة المؤقتة عدن اشتباكات عنيفة على مقربة من القصر الجمهوري قبل أن تتسع لتطال المعسكرات والمناطق الحيوية في المدينة ميليشيا الانتقالي أو ما يعرف بقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات أعلنت الحرب على قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي أعلت وطيرة المواجهات حتى اللحظة كل المؤشرات تؤكد سقوط عدن بيد الإنقلابيين تقول المعلومات الواردة إن معظم المعسكرات الموالية للشرعية في عدن سقطت فيما سلمت بعض المواقع الحيوية إلى قوات سعودية لكنها هي الأخرى أصبحت بيد ميليشيات المجلس الانتقالي تطورات الأحداث لا تبتعد كثيراً عما حدث في صنعاء إبان انقلاب ميليشيا الحوثي في العام 2014 وسط تأكيدات أن ما حدث بعداً تم بتنسيق وتواطئ سعودي واضح وهناك اتفاق إماراتي سعودي على إسقاط الشرعية من تظهر القادم والقادم قد يكون اتفاق سلم وشراكة جديد قبل أيام صرح أحد كبار قادة الجيش أن الجيش اليمنية دون تسليح وقدم استقالته احتجاجاً على ذلك فأصدر هادي أمراً بمحاكمته في عدن يقف جنود هادي اليوم دون عتاد ولا أسلحة في مواجهة إمكانيات وسلاح حديث لدولة بحجم الإمارات يبدو الرئيس هادي غائباً أو مغيباً كلياً عن الأحداث أو هذا ما يقوله وقع الحال إلا أن سقوط الرئيس هادي والحكومة ووزارة الدفاع والبرلمان والنخب السياسية جميعها في قبضة الرياض لم يعد يخفى على أحد يقف اليمنيون اليوم دون دولة أو عاصمة ورئيس يقبع منذ نحو خمسة أعوام كالأسير في فنادق الرياض تبدو الشرعية جسراً لكل المنتفعين والغزاة معاً ودرباً لسقوط البلد منذ الانكسار الأول في دماج بمحافظة صعدة مروراً بكسر معسكر اللواء 310 وقتل قائده القشيبي ثم سقوط عمران ووصولاً إلى صنعاء التي سقطت بعدها كامل البلاد وها هي اليوم تسقط عدن ومن بعد سقوطها يحتمل تأويلات كثيرة من بينها إعلان الانفصال أو الدخول في مرحلة من الفوضى التي يراد لها ألا تنتهي لتمر الهزيمة بكل مدن البلاد